هي فكرة بسيطة حتتسرقه ولا يهمكه بس هنكسب كتير انت مش مأمن على المجوهرات والعفش الغالي اللي عندك صح؟ اه نفرد كده البيت عندك تسرق بالليل تعمل ايه؟ يا خبر ايه اللي انت بتقوله ده؟ هعمل ايه يعني لو حصل؟ كلامك ده بيعصبني ولو ماسكتش هقومز على كنت عارف اللي هعمل تيواري مش عايزك تتعصب كده اسمعني للآخر تفضل انت مش مأمن على الحاجة اللي عندك؟ يبقى شركة التأمين هتديك تمانها حكاية بسيطة جدا اه لكن انت عارف أنجوري بتحب المجوهرات بتاعتها واذا تسرقت ممكن تروح فيها اه وانا بخاف على حياتها اكتر منك ايه؟ افهمني يا تيواري انت تاخد تعود كبير جدا عن المجوهرات مش ده اللي هيحصل؟ اه فعلا كمل ولو الحرامي ده انت عارفه والمجوهرات بتاعتك هترجع لك وسليمة وكملة ردك هيكون ايه؟ ايه؟ يا نهار؟ يعني معقولة تعرف الحرامي يا تيواري وانا نيمة لو داني خالص كده؟ يعني عرفه منين وهو كان صاحبي؟ انا اصلا مش فهم حاجة خالص من اللي انت قلتها لكن شكلها كده فكرة كويسة بصراحة هي كده فعلا تيواري انت طلعت بجد راجل واعي وزكي جدا يعني كل الحكاية ان الفكرة ببساطة كده المجوهرات بتاعتها تتسرق من البيت صح؟ وشركة التأمين هتدينا تعويض السرقة دي وفي نفس الوقت المجوهرات هترجع لسليمة تاني مش هي دي الفكرة؟ هي كده فعلا جميل هي دي الفقرة؟ اسمها الفكرة الله ينور عليك بس قولي يا فبوتي انا ليه اسيب مجوهراتي تتسرق مني؟ مقدرش اسيبها كلها غالية وفيها حاجات بتاعتها ماتي اصلا ما المجوهرات هترجع تاني يا حبيبتي؟ اه بس كده غلط جدا مفيش غلط ولا حاجة الغاية تبرر الوسيلة ماشي؟ المهم انا عايزك تسمعيني نقول مثلا يعني افردي روحتي عند محل فكهة وطلبتي من البياع اربع منجات ماشي؟ بعد كده رجعتي بيتك طب واشتر اربعة ليه بس مهي لو سعرها كويس اشتري كمية احسن اربعين واحدة ماشي؟ يا خبر اربعين واحدة كتير قوي هعمل بيهم ايه يعني؟ ده حتى ممكن يبوزوا ده بس مثل مش اكتر ياريت تسمعي كلامي للاخر عشر منجات ماشي؟ اه كده كويس تمام نكمل روحتي اشتريتي العشر منجات بتفتح المنجة لقيت يدود في قلبها هترجعي للبيع طبعا وهتخليه رجعلك الفلوس وده حقك عليه هتاخدي منه فلوسك تاني هترجعي البيت وتشيل الحتة البيضة فيها علشان تكليها ده عادي انا بعمل كده نفس الموضوع هنعمله مع المجوهرات بتاعتك كل واحد يلعب باللي يكسب بيه فهمتي؟ اه بس حرامي يسرق مجوهراتي ليه؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية